موسيقى تصادف اليوم ذكر مرور عشرة أعوام على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة والذي عانى الغزيون منه الأمرين وتضاعفت معاناتهم بعد أن شنت إسرائيل خلال هذه الأعوام عدة حروب دمرت ما تبقى لأهالي القطاع من فرصا للحياة كهذا الجو المغبر منذ بداية صباحه مرت سنوات الغزيين العشر الأخيرة بعد انتخابات ديمقراطية لم تحمل معها إلا المعاناة بدأت بفوز حركة حماس بغالبية أصوات انتخابات المجلس التشريعي ودخولها الحكومة وانتهت بالقسام وحصار وثلاث اعتداءات إسرائيلية نتحدث الآن بعد عشر سنوات من حصار غزة نتحدث عن ثلاث هجمات إسرائيلية عسكرية على القطاع دمرت البنية التحتية للقطاع تحدث عن حوالي 80% من السكان باتوا يعتمدون على المساعدات الدولية نتيجة لإغلاق المعابر المستمر القيود الإسرائيلية المفروضة على شتى سبل العيش الذي يحاول المواطن الغزي أن يقوم بالتعايش معها عشر سنوات على فرض إسرائيل حصارها على قطاع غزة تمثلت في إغلاق المعابر المدنية منها والتجارية ومن عكس معها من نكسات اقتصادية قضت على الغزيين معها الاستهدافات الإسرائيلية للمساكن والبنية التحتية والمصانع والمناطق الصناعية مخلفة آلاف العاطرين عن العمل وفقراء ومشردين غزة كتير بتعاني حاليا من الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية الأوضاع الاقتصادية من سيء إلى أسوأ كتير الناس بتعاني اقتصادياتها تعبانة ووضعها الاقتصادي والنفسي كمان تعبان ما فيش فيها أي مقوم مقومات الحياة غزة الشعب الفلسطيني على مدار من العام 48 هو يعيش حالة الحصار الاعتداءات الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي ولكن الأمر ما في ذلك نتحدث عن حصار حقيقي يعيش الشعب الفلسطيني هو حصار الذات من يوم الانقسام الفلسطيني هذا الجرح الكبير والألم الكبير الذي يعيش الشعب الفلسطيني ورغم فرحة الفلسطينيين بالعرس الديمقراطي الذي عارضتهم فيه إسرائيل والعالم في حينه إلا أنهم باتوا على يقين بأن انتخاباتهم التي فخروا بها قضت على حياتهم أعواما لا يبدو بأن آخرها قريب المحاولات الفلسطينية والعربية والدولية التي حاولت إقناع إسرائيل برفع حصارها عن القطاع لم تفلح خلال عشر سنوات مضت ما يدعو الغزيين إلى عدم التفاؤل مع التغييرات الإقليمية والدولية الحالية منعوك القناة رؤية غزة فلسطين اشتركوا في القناة